اللون الازرق والابيض لاحظوا الدرجة ندير طلع في السماء ولاحظوا المساحة اللي غادي يشد لي اللون الازرق في السماء وشوفوا درجة اللون لاحظوا المساحة احبابي ديال اللون وشوفوا الفرشات العريضة اللي كتعطيني الطلع الجميل في السماء الان بنفس الطبقة ديال اللون غنزيد المركز اللوني الازرق وغنزيد في درجة اللون وغنحاول ما امكن ندير مساحة ديال اللون الفوق وندرج اللون ما بين ازرق قاتم وازرق فاتح يعطيني تدرج في لون السماء ثم نقطر او نخطط المنظر الطبيعي ديالي لكيف ما كتشوفوا عبارة عن جبال وصخور وتلال كبيرة معشو شبا لاحظوا الجبال اللي في الخلفية وكيفية تقطيرها ثم المروج المعشو شبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مجددة الى كل احبابي متابعية الكرام اليوم كيف مجتوا احبابي رسم الجبال او كيفية رسم الجبال والصخور في المناظر الطبيعية وبطريقة احترافية ورائعة فاقبل ما نبدأو اشترك في القناة والضغط على زر لايك والبرتج بين احبابكم واصدقائكم وشدوا معي الرحال وتابعوا معي اللون الابيض من جديد لرسم السحب في السماء لاحظوا الفرشات ولاحظوا كيفية توزيع اللون الابيض في السماء والطريقة البسيطة السهلة في توزيع اللون كنحاول دائما ندير شكل دي البعترة للالوان ولكن توزيع منظم نحاول ما امكن ندير سحب اللي كتلاق بالمقام دي اللون السماء ثم ما تبقى من السحب على الجهة اليمنى هنحاول ما امكن ندير مساحة كبيرة لللون الابيض وسحب كبيرة حجم كبير على الجهة اليمنى الآن بفرشات مبللة هنحاول ندور بالجوانب دي السحب وندمج اللون باش يدخل في اللون الازرق وتبان سحب يعني متبتة في السماء بحركة بسيطة هندمج اللون من الجوانب دي الاطار دي الكل سلسلة دي ال السحب لاحظوا ثم اللون البنفسجي والاسود والابيض لاحظوا الفرشات اللي غندمج بها كندير خطوط من تحت كل كتلة او مساحة دي السحب خطوط كيف ما كنتشوفوا احبابي اندمجها بالفرشات المبللة بالماء كنحاول ندخل في المساحة اللي كان في اللون الابيض ثم في المساحة اللي كان في اللون الازرق لاحظوا باش يتدمج اللون ويعطيني البعد التولاتي لكل كتلة من السحب ونعاود ندمج نكرر الاذماج باش اللون يدوب في اللون الابيض وكذلك انساج مع اللون الازرق لاحظوا الطريقة دي الاذماج نعاود نوزع مساحة اخرى وندمجها وبنفس الطريقة ندير على الجهة اليسرى كيف ما كنتشوفوا لاحظوا درجة اللون ممكن مثلا نبدل الدرجة الى الاسود شيئا ما وهذا اللون يناسب احتى المنظر اختاريت هذا اللون في شكل قرموزي كالقرموزي ولكنه بنفسجي واسود وابيض يعطيني نكهة اللون البنفسجي احمر لاحظوا الدرجة دي اللون وكيفاش غادي نحاول نسيح اللون في اللون الابيض الآن غا نحاول ما امكان باللون الابيض للتامس الجوانب اللي فيهم الاضاءة وفيهم الرفلي دي اللون الابيض من كل يعني جانب دي السحابة باش يتكون لي واحد المجموعة دي السحب وتبان طبيعية وتبان يعني مدورة في شكل بعد تولاتي في السماء لاحظوا دائما كنعود ندعم اللون الابيض بطريقة سهلة كنحاول لتامس الجوانب الموضية فقط ونخلي دائما الكتلة الاخرى الآن اللون الازرق والبنفسجي والاخضر والاسود والابيض لاحظوا درجة اللون دائما احبابي في رسم الجبال اللي في خلفية الجبل الكبير لاحظوا درجة اللون ولاحظوا طبقة ديال اللون اللي كنستعمل دائما باش كنساجموا الالوان بنفس الدرجة غنحاول رسم السلسلة ديال الجبال اللي على اليسار كيف ما كتشوفوا احبابي كل لون فقط الآن الآن غنضيف على نفس طبقة اللون البنفسجي وغنضيفهم الفوق غنضير وحد لا ساعات في اللون فوق يعني اللون الضل وغن لون به الجبل الاخير ثم غنضيف اللون الابيض والاسود على نفس الطبقة لاحظوا كيفاش غير ترجم اللون وغير يعطي اتجاه اخر ويعني طبقة اخرى في هات الجبل لاحظوا كأن اللون اسود ولكن بطبقة الالوان الخلفية الآن غنضيف اللون اسود على نفس الطبقة وغنضير ها في الجبل الكبير لغيش دليا المساحة الاولى الكتبان في مقدمة الصورة كما ترون وبالفرشات الجميلة غادي نحاول نوزع اللون بسلاسة ودائما نحتار من المساح اللي مقطر في المنظر نحاول ندير اللون على المساح اللي مقطر الآن غنضير البنفس الساجي والاسود والابيض تحت بشبان تدرج لوني لأن المساحة كلها ستكون مضيعة ولاحظوا كيف يعني كنوزع اللون وكيفاش كنعطي للون توزيع في الوان الآن اللون الأخضر هنضيف هنضيف لعب لعب دور أحبابي في تأسيس المنظر ودائما النقطة ركزوا عليها في توزيع ألوان الظل وفهم قضية توزيع ألوان الظل واختيار ألوان الظل الصحيحة التي تعطيني المنظر الطبيعي الجميل لاحظوا اللون الأخضر كيفاش كنساجم مع الألوان الأخرى مع أنه لون أخضر لماذا لأنني اخترت اللون المناسب للطبقات التي تشوف فيها أحبابي لغيرت اللون ما سيكون المنظر جميل منذ البداية لأن هذا الاختيار اللون تقاف أحبابي لاحظوا بالفرشات العارضة كنحاول نوزع اللون في المساحة ديال الموروج الخضراء الجميلة ثم نبدأ على بركة الله اللون الأبيض واللون البنفسجي واللون الأزرق اللي فيه خاليط من الأزرق والبنفسجي والأسود وغندير خاليط غنخرج فيه لآخير باللون لاحظوا مع زياد اللون الأخضر غنديرو كالون ضو في الجبال اللي على أقصى اليسار وكتقاسيم وتداريس وتحديدات للجبال لاحظوا بالفرشات المسننة لرأس دياله مسنن كتعطيني ضربات مسطرة ومحددة ونحاول بسلاسة نمشي مع الخطوط ونحاول دائما ندير ديموتيف بطريقة سليسة وسهلة لاحظوا كيفية التعامل مع الفرشات يعني بدون ما نعقد يعني اللمسة ديالي الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض والرمادي كندير يعني تحديدات أخرى على أقصى الجهة اليسرى وندير حصى وتحديدات وتقاسيم لاحظوا كيفية نتعامل مع التقاسيم والتحديدات والضربات الجميلة بنفس الفرشات باش تبال مثل صخور وأحجار وحصى من بعيد كنحاول نضيف اللون الأبيض على الكوكتيل اللوني ثم في المساحة ديالضل ندير ضربات أيضا خفيفة جميلة يعني ضربات سهلة مبسطة الآن بنفس اللون غدينمشي الجهة اليمنى وغنوزع اللون والتقاسيم والتحديدات ديالجبال لاحظوا بنفس الشكل ديالخطوط اللي كنستعمل ودائما كنحاول ما أمكن نبسط الفرشات كأنني يعني كنخدم بها مسطحة وأحيانا مسننة كنضرب الرأس ديالفرشات وأحيانا وهي مسطحة لاحظوا كهنا كندير ضربات مسننة ثم ثم ندير ضربات مسطحة لاحظوا توزيع اللون والطريقة ديالتوزيع الآن غنضيف اللون أحمر على البنفس جيو الأسود والأخضر لاحظوا طبقة اللون وهذه نعزل المساحة اللي غنضير فيها اللون وغنحاول ما أمكن نخدم بالفرشات وهي مسطحة لاحظوا طريقة ديال نسياب الفرشات وكيف يتجر الموتيف والتعامل مع الضربات ودائما أقول بأن المساحة ديالضل يجب أن تظهر فالضربات ما منغمقش اللون ونضير يعني كتلة من الصيباغة فقط لاحظوا ديال موتيف اللي غير يعطيوني تحديدات والإضاءة ديالجبال وبالتالي يكون تنوع لوني وانعكاس لوني جميل رائع يعني بجوش طرق فقط لاحظوا اللون الأول واللون الثاني ونفس الدربات ونفس الفرشات لاحظوا الفرشات مسننة الجميلة الصغيرة اللي كتعطيني دربات كبيرة ورائعة الآن باللون الأبيض اللي استاقيتهم من نفس اللون يعني فيه جزء من اللون الأول اللي كتشوفوا فيه كيبين انعكاس على ضربات ولا ساعات من الضوء كتحدد ليا يعني الشكل ديال انعكاس ألوان السحب وألوان السماء في نفس الوقت لاحظوا طريقة ديال الدربات سهلة يعني وبسيطة أحبابي وسلسة بكل ما تحملوا الكلمة معنا والنتيجة رائعة وها إلى أحبابي ثم الآن اللون بنفساجي والأبيض والأسود والأصفر والأحمر شيئا من الأحمر خفيف الأحمر أعطاني هذه الدرجة لاحظوا أحبابي ونحاول نحاول ندير ديالجبل والصخور هنا بعد الصخور تحت والجبل الكبير لاحظوا بالفرشات المسطحة الجميلة دائما كندرب الفرشات وهي مسطحة وكنجر جرات سليسة ما كندغطش على الفرشات يا أحبابي كندجر بسلاسة باش تحدد لي الموتيف اللي كنصنع ودائما بسرعة كيف ما كتشوفوا أحبابي أنا هنا لا أسرع يعني الفيديو ولكن هاد السرعي اللي كتعطيني الموتيف ديال الدربات الجرات خاصة تكون سريعة لأن الموتيف يقدر يهرب إلى خدم الإنسان بطريقة تقيلة جرّ وراء جرّات تعطيني موتيف جميل ورائع نحاول ما أمكن دائما نتعامل مع اللون بكل حذر باش ما تنزلقش لي الفرشات لناحية وتخصر لي الموتيف ديالي لاحظوا وتكون دائما العقلانية والحيرة فيه مثل هالضربات ولاحظوا التوزيع ديال اللون على الجهة اليسرى نخلي الجهة اليمنى بلون الضل لأنني ندير لون آخر ديال العكاس لكي يليق بها ثم نمشي الجبل أو الصخرة الكبيرة اليحدى الجبل الكبير بنفس اللون نوزع ضربات عمودية كيف ما كتشوفوا ثم ندير نوع من الأتريبة بجرّات مسطحة لاحظوا هنا غيرت الطريقة ديال الضربات كنت نخدم بطريقة مسننة الآن مسطحة وخفيفة كيف ما كتشوفوا بش تبدل ليا نوع ديال الدربات هنضيف الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأسود والأخضر نحضو إضافة للأبيض بش ندير ضربات على الجهة اليوم منها غتعطيني لنعكاس الضوء ديال اللون الأزرق واللون الرمادي والبنفسجي وبنفس الفرشات طبيعة الحال كنحاول نغسل الفرشات من اللون الأول بش نستقبل اللون الثاني أحيانا وأحيانا كنخدم بنفس اللون يعني نهز من هذا اللون كمية يدخلوا الألوان ويعطيني لون جديد وإن مسأله كنت بغي يعني شيئا من يعني المعرفة والحرفية الآن اللون الأبيض مع الخليط الأول ديال اللون ديال الجبال فنحاول ندير ضربات فقط أولا بشكل مسطح بش يعطي الإضاءة اللسعة الضوئية الكبيرة لاحظو كيفما الآن بضربات مسطحة ضفت اللون الأبيض على اللون الأول اللي درت به لموتيف ديال الجبل لاحظو الضربات المسطحة الآن ندير خطوط مسننة برأس الفرشات بتعطيني لنعكس ديال زوايا الجبل بالتالي ستحدد المساحة ديال الضوء في الجبل وفي الجهة اليمنى بالضب الآن بنفس اللون سننوزع في حصر وأحجار صغيرة غتبان من بعيد لاحظو ضربات ديال الفرشات وكيفش نوزع ضربات ديال الفرشات غنضيف كذلك أحجار أخرى بنفس اللون مع إضافة اللون الأبيض بنفس الفرشات المسننة لاحظو الضربات كأنها عشوائية كتعطيني المساحة الآن لون الأصفر والأبيض غدر صنط طريق لاحظو الشكل ديال طريق درت هنا الخط عارض ضعفت شيئا ما يعني رققت وغنعود نزيد نعطي مساحة عارضة ثم نزيد ونعرض المساحة كذلك هذا الخط اللي غتبئي بي اللي هي الطريق لاحظوا اللون الأصفر ونسجاموا مع اللون الأخضر اللي في الخلفية ما خصوش يكون أصفر يعني قوي عنده خالط من الأبيض والأصفر الآن اللون الأخضر ضفت عليه اللون الأسود نفس طبقة اللي تحت اللي كتشوفو فيها أحبابي ضفت عليه اللون الأسود باش ندير في الموروج الكبيرة وغاد أتبئي لكم أحبابي هالطريقة علاش عن ندرتها في الأول لأنه مساحات مظلمة غاد أتبئي اللي يعني اللون اللي غيجي من بعد اللون الموضي اللي غن دير نحظوا التوزيع دياله موروج موروج بالفرشات العارضة وكنوزعها بشكل يعني منظم وسلس لاحظوا كيفاش تنساج من الألوان مع اللون الأخضر تحت وكيفاش تعطين مساحات الضل ديال الموروج في اللون الأخضر توزيع خفيف الآن اللون الأخضر المضي اللي بطبيعة لها نفس الطبقة نتحت ضفت عليها الأصفر والأبيض ونبدأ نوزع بنفس الفرشات موروج بنفس الطريقة اللي وزعت بها اللون الأسود لاحظوا طريقة ديال الدربات هنا وهناك توزيع خفيف فقط يكفي أن نوزع دربات موروج هنا وهناك كتبان عاطية لسعة ضوئية ومساحة الضوء في هذا الموروج يعني الافتلال المعشو شابا اللي كتبان من بعيد وبلمسات خفيفة ما كن كترش وما كن عمقش اللون باش تعطيني المفيد في الضربات ويبانوا لي لانعكاس الضوئية في الموروج لاحظوا توزيع دياللون أخضر في الموروج وطريقة انسجام مع اللون اللي درت الأول لون أسود وأخضر اعطا انسجام رهيب وقوي كيف ما كتشوف أحبابي وبانت الموروج يعني بقوتها وعطات للمنظر لمسة ونفحة جديدة ثم كندخل بنفس الطبقة اللون نحو الجبال كنوزع لأنها بطبيعة الحال الجبال كتكون معشو شبابات الشكل كيف ما كتشوف كنوزع دائما بنفس اللون وبنفس الطبقة وبهكذا نكون انتهيت من المنظر ديالي بكل بساطة وبكل سهولة أحبابي أحبابي في الله بخطوات بسيطة منظر طبيعي رائع كنتمنا بالله تكونوا استافتوا من الحلقة ما تنسوش دائما اشترك في القناة والدفق على زر ليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة